أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا بكم في عدد جديد ما حستكم أولادنا تحت جنحنا هذه الحصة من خلالها مع أخي الصائيين نحاولوا نتكلموا ونعطوكم بعض النصائح وهي حصة تحسيسية محضة كلنا عدنا مسؤولية في تربية ولدنا ولكن نتجدلوا أطراف الحديث لما نتكلموا ويكون تجاوب في الحديث وكامل نقدروا نخرجوا بنتجاه باش نربي ولدنا بالطريقة السليمة اليوم عدنا موضوع مهم زرع الوطنية وثوابت الأمة في ولدنا كل أمة عندها ثوابت متاحها هذه الثوابت ما تتغيرش هي العالم النشد الوطني الوطن اللي ما يتجزأش كلنا نحبوا بلدنا وماذا بنا اليوم نتكلموا مع أخي الصائيين كيفاش نزرعوا في ولدنا هاد روح الوطنية كيفاش يحبوا بلدهم بلدهم كيفاش يدفعوا على بلدهم كيفاش ما هم الأشياء اللي تخليك لما تكلم على بلدك لحما كي تشوك هكذا واتحب بلدك اذا رح يرفقني اليوم الأستاذ لابري نوردين مرحبا بك 39 سنة في سلك التعليم أنا نشيزي شكرا مبارك الله فيك شكرا تفضل أستاذ كذلك أستاذة حليش عمينة تعودنا عليها أخي الصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل مرحبا بك أستاذة مرحبا بك شرفتنا شرفتنا شكرا تفضلي أستاذة تفضلي معنا كذلك تجربة حية اليوم حبينا نتكلمه مع مواطن سيد معنا بيرا موالي اللي حيكلمنا على الوطنية كذلك مرحبا بك مرحبا بك الله يسمعك بارك تفضل 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 إذن تفضلك تفضل وفي كل حصة نستاذفو طفل ولا طفلة يدين الواجبات المدرسية نتعوى في هذا المكتب الجميل اللي حضرناه له معنا اليوم محمد هشام أروح وليدي فضل ويشرك وليدي لباس مرحبا بي ويشرك هشام محمد ولا هشام محمد هشام محمد هشام كيف يسجيب لك محمد ولا هشام 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 الله يبارك ماذا عمرك هشام عمل 11 سنة 11 سنة وماذا في سنة تدرس سنة أولا متوسط الله يبارك شعجبت المعدل 16 فاصل واحده أبارك آه 16 فاصل واحده أربعين الله يبارك الله يبارك جميل سالح يا يا أطفال كامل تكونوا متفوقين هكذا ولي هشام في الواجبات المدرسية نتاعك كيفاش منظم وقتك تقرأ وحدك ولا حتى يقول لوك رح تقرأ ولا كيفاش منظم وقتي وقت لللاعب وقت للراحة ووقت للدراسة جميل ويرقبوك والديك كيف دير الواجبات يشوفوه شدرت وش مدد شايرقبوك وينصحوني آه ينصحوك وتاخد لهم الرأي برافو شاطر شاطر إذا نتفضل هشام دير الواجبات المدرسية تعكفي هدا في الواجبات جميل وإنتم يا أطفال هذا هو الوقت توجهوا باش تديروا الواجبات المدرسية لتعكو باش تنجحو مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد حصتكم وحصتنا وحصتهم كذلك ولدنا تحتجنا نحن لمن خلالها دائما نحس بوحد الراحة علش لأنني المشاهدين لازم يشوفوني كمواطن قبل أي شي لأني مانيش هنا للاستناع بعض الحركات ولانا مدبية يشوفوني كجزائري بسيط مواطن كما هما ونتبادلوا أطراف الحديث وكامل باش ولدنا يتربوا بأحسن طريقة وبأحسن بطريقة سليمة خاصة كان موضوع مهم بساف الناس بالمرات هناك خلط خلط بين الوطنية والثوابت يعني الباتريوتيزم يعني بلادي أرضي وتاريخي وانتمائي هويتي وكامل مع شيء آخر اللي هو السياسة وكامل أنا نقول باللي هذه أشياء أخرى تتغير ولكن ثوابت الأمة عمرها ما تتغير يعني السياسة والأحزاب والبرلمان وكذا هذا العمر وواحد غدو يجي وواحد أخر غدو يجي ولكن العالم ما يتغيرش بلادي ما تتغيرش وطني لا يوجزأ الهوية ينتعي ما تتغيرش انتمائي ما يتغيرش لغتي عقيدتي يعني أشياء اللي حبينا ولدنا يكبروا عليها ويفرقوا لازم يعرفوا هذا لي هذا ليك يعني والأمم شفنا الأمم كيف اشتح بلادها شفنا حتى الجزائر حين تكلموا على عدة أنا شفتها في أم ذرمان مثلا وين شفنا بالجزائري كله طار طار يعني بلادو تقصد يعني تشوف عطونا درس في الوطنية يعني تشوف الناس كيفاش كيفاش عبروا على الوطنية يعني شيء شيء خالق للعادة وحبينا ومن بعد نتكلم على كذلك مبادرة دروها إذعى الوطنية اللي كان عالم في كل بيت كذلك يعني مبادرة جميلة جميلة من خلالها تنمي الروح الوطنية واحترام الثوابط الثوابط الأمة ماذا بينا اليوم نتكلموا كيفاش ولدنا يا حل ترى وش رانا نديرو إحنا كافي باش ولدنا يأمنوا يؤمنون بهذا الثوابط هذي ويعرفوا يعني هذا ثابت هذا لا لأنه هذا هو الشيء بالمرات ولدنا معلمناهمش بل كما قلنا لهمش بل لي يولدي هذه حاجة ثابتة هذه ما تتغيرش كما والدك والدك رمهنة أصدقائك حاجة أخرى والدك حاجة دوك الثوابط هذو لازم ولدنا يعرفوا يفرقوهم مدبيا أستاذ حريش أمينة مختصة اجتماعية في شؤون الطفل والأسرة تكلميننا على الواقع الاجتماعي الوطنية هذي كيفش تكون في المجتمع وكيفش نقدره نربي ولدنا على هذا شيء وبعد نوصل لك أستاذ لابري لأنه المدرسة هي سيرة بيبينيير هي المشتلة تعهد الأحاسيس هذي اللي نتكلم لها من بعد تفضلي أستاذ شكرا يا زيد تحية لك ونحن في هذا المقام الذي يتسم بروح الوطنية ونحن نتناول الموضوع جد هام هذا الموضوع اللي يهم ولادنا ويهم نحن كذلك كأباء كأمهات نقول أنه الوطنية هي قيمة من القيم الأساسية في أي مجتمع وفي أي وطن ونحن كجزائريين يعني نكبر على حب الوطن هذا حب الوطن اللي ورثناه اللي عشقناه يا زيد نشوف تضحيات هذه التضحيات تعل الأباء والأمهات تعل الأجداد تعل المجاهدين تخلينا إحنا أحفادهم نتباهوا بهذا كيف ذلك كيف نزرع في أبنائي التباهي بحفيدات هنارم حفيدات للا فاطمان سومر أحفاد الأمير عبدالقادر عربي بالنهيدي دي دوش مراد كل أبانا أمهاتنا أعقد لطفي يعني نعم شيخ المقراني شيخ بوعمامة يعني الجزائر حافلة بهذا شي وياهل تارى رأينا نستثمر في هذا التاريخ نتاعنا باش ولدنا يكبروا على أسس أسس سليمة لو نديروا مقارنة بسيطة فقط بين الماضي والحاضر نشوفوا أنه في الماضي كان تزرع هذه القيم أكثر من الآن رغم أنه في المنظومة التربوية كان مواد اللي يتكلم نشوفوا مدد التاريخ اللي يتكلموا فيها التربية المدنية كلها لكن نحن نتوقف عن الأسرة دائما نقول نحن كأخصائيين في الأسرة أن الأسرة عندها دور هام باعتبارها أول مؤسسة أول مدرسة للتنشيئة الاجتماعية لازم هذه الأبناء نتواصلوا معهم في كل المجالات نحكيوا لهم على الثورة التحريرية نحكيوا لهم على البلد على التضحيات على الحرية على الاستقلال كذلك نشوفوا أنه الإعلام الحمد لله يتناول أفلام لكن نحسوا أنه تكون شرائط وثائقية بسيطة بأسلوب بسيط يفهمها الطفل ما نسوقش فقط الإشهار عن التاريخ ولا نطي مادة إعلامية تليق فقط بالكبار يا زيد مثلا في المتاريخي ما يكونش في المتاريخي يفهموا الكبير برك لازم يفهموا الطفل تعرف على سنين خمس سنين ست سنين هذاك المراهق وهذا الأفلام أولا وهذا الشرائط الوثائقية رح كذلك تعزز معلوماته يتعلم كذلك وش لازم لازم أننا نبينه لولادنا أنه هذا الوطن وطن للجامع لأنه ما ننساوش باللي بالمقابل هناك قيوة رأي تزرع طاقة سلبية في أبنائنا بضب هذه الطاقة السلبية فرق تسود فرق تسود كين عراقيل إلا أنه حب الوطن قالها يزيد في البداية لا يضاهيه أي مشكل حب الوطن ثابت العالم الوطني نشوفوا أنه العالم وشنه هو العالم هو دليل على تضحيات الجسام الألوان الموجودة في الوطن الرموز الرموز كذلك نشوفوا أنه هذا البلد هذا البلد ما جاجهك إحنا وش نفهم ولادنا نفهموهم إحنا الأخصائيين الأساتذة المدرسة الأسرة الأسرة نفهموهم أنه في هذا الضك في حياتك رح تتعرض إلى عراقيل بالضبط أكيد رح تمر بفتارات صعبة كيما بلادنا تمر بفتارات إحنا نتأثروا صح حبنا لبلادنا لازم يقعد ثابت هذه البلاد إحنا نمددولها لازم يفهموا أبنائنا أنهم مجبارين على آداء مهام لأنه أنت جدك اللي توفى الشاهيد والمجاهد وجدك المجاهدة والشاهدة كي أطاتك هذا الجزائر لازم تفهموا أبنائنا أنها آمانة في أعناقكم هذا الحب إذن إحنا وش نقوله لازم نخدمه في الأبناء التاعنا في هذا الجيل في طاقة إيجابية من نروحوش نزرعه في بسكو العديد من يزرع في أذهنهم كذلك نقول الأبنائي في مواقع التواصل الاجتماعي هي صح مليح التطور التكنولوجي أبنائي مليح هذا التطور لروية واكم مع التغير الاجتماعي الحاصل في كل دول العالم والتغير التكنولوجي لكن ماشي وشي مدولكم هنا تولي الرقابة الأولياء يا زيد الأولياء عندما ما تراقبش الطفل التاعك اللي راهوا فيه سن ست سنوات أو مراهق وتخليه يدخل مواقع في التواصل الاجتماعي الناس تقولوا أنه الوطنية يدخلوا الأمور كما ذكرتها الأمور السياسية أو يدخلوها في الوطنية بالضبط بالضبط الريكوبراسيون هي التي تعب الوطنية الإنسان كين تيارات كين لازم خاصة الشباب خاصة الشباب والأولياء تنمع أولادهم يفهموا بالليه كين تيارات سياسية كين ديزنتري كين يعني كل واحد ولكن ولكن كين أشياء ثابتة لا جدالة فيها لا جدالة فيها يعني النشيد الوطني الوطن لا يوجز العالم الوطني تاريخنا هويتنا انتماءنا ما فيهش هدراعي يعني خلاص نتكلم تتكلم على السياسة ما تدخلش في الوطنية هاتشي مفروق منه لازم المشكلة أنه في الأوينة الأخيرة وصلنا أنه الشباب من تعنا يضر تشجد أفكارهم يزيد نزرعوا لهم بقيم يعني بالبلاء أفكار خاطئة ولو خلط بين الوطنية والثوابت مع السياسة وكذا يقول لك لا يا ابني بلاد ماشي مليحة لازم تروح وهذا اللي يخلى الهجرة نقول هجرة أطفال والله يا يزيد ليس فقط هجرة شباب هجرة أطفال من الوطن الحبيب شيء مؤسف مؤسف جدا صح سبب هنا نقول لك في هذه الحصة نحن نلوموش الأطفال في هذا الحصة نحن نلومو الوعيين نلومو الأولياء نلومو الناس اللي عندهم وعي البابات الجيران الإعلام الخاوة هادو اللي راهم يغلطوا في حق أبناءنا حتى الأولياء بالمرات نترك ولي أمر عندك مشاكل عندك مشاكل براء اليوم رحت للإدارة ما قدورك الشغلك ولا ماشي عارف يعني مشي شرط أنك تدخل للبيت وتقعد تقول لهم البلاد معوجة وما قدوري الشغلي وما داروا ليش الإبن لو يشوف هي بابا قدوري الشغلي معوجة يعني برك الله خليه 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 تربى على القيم والأسس بعد هو يدير حياته يعني بعيدا عن السياسة بعيدا عن كل شي على التيارات خليه في التوابط ديله علام في الضار قولوا يا ابني هاو تاريخك هاو مناش المجد تاع بلادك الناس هذي كي تقرأ تاريخ الجزائر منذ قرون وقرون فيه ما نفتخر به يعني شي جميل بشي شكرا أستاذ لابريل نوردين 39 سنة في سلك التربية والتعليم احنا كنا صغار علمونا علمونا حتى النشيد الوطني كنا نطلعوا لإعلام في الإتدائي ولا كنا نغنيوا بقلوبنا دركها قادر تسيب شاب صغير مشي حافظ ولا بيت ولا تنين ولا تلاتة من نشيد الوطني عبيك بالمرات أنا نروح بزفل الحفلات وكامل بالمرات تكون في أول نوفمبر خمسة جويلة ونحتفلو نتوقفو نشوف كي يديروا نشيد الوطني نشوف ناس ما تغنيش عبيك أنا أنا يوقع لي إحباط يعني نقول وش دخل النشيد الوطني النشيد الوطني ثابت ثابت الأمة هادي لازم تعرفو على الأقل المقطع الأول على الأقل تعرفو تعرف شكل يكتبو شكل يلحنو وقتاش تكتب وعلش تكتب يعني شيء رهيب رهيب حتى حتى الأعلام الوطنية أنا كين دول دول غربية اللي ما كانش بيت ما فيهش علم هما داروا المبادرة في الإدارة الوطنية مع بعض الأطراف هكذا داروا مبادرة واسمها بيت علم في كل بيت وداروا مليون علم مليون علم وقسمهم بو الناس علقوهم وكامل يا حقيقة نكير بحل الفريق الوطني الناس قاعدت على الأعلامات بو شيء جميل جميل عن الفريق الوطني ألوان الوطنية وكامل وجزائري ونفتخروا بكل حاجة ما هي لنا دول حبيت نشوف دور المنظومة التربوية في هذا الباب هذا كيفاش تغرز تغرز هذه القيم هذه بعيدا عن ديماغوجية بعيدا عن الملل لأن الطفل مليح أنه هو مثلا أنت طفل تدير أشياء باش هو يحبك باش تقوله حبني بالسيف يعني تدير أشياء كيفاش المنظومة التربوية تحبب هذا الوطن وتحبب أهد ثوابت هذه للطفل شكرا سيازيد يحضرني تحضرني مقولة أو جزء من بيت شعري اللي يقول لك بلادي عزيزتون بلادي وإن جارت عالية عزيزتون جميل 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 يعني بش كرونشيني يعني بلادي حتى ولو حسيت شعرت اللي بلادي ما تطنيش حقي بضر وظلمتني وجارت علي لكن تبقى عزيزة بضر ودائما هنا شكرا هنا خلينا نفهم ما معناه المواطنة المواطنة هو باختصار جدا الوطنية خاصة لا مواطنة والوطنية نعم نردتهم فيها في ارتباط كان ارتباط كان ارتباط الوطنية هي جزء من المواطنة هو الأساس المواطنة بده بده وبالتالي هي الولاء الولاء الاليجانس 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 وطنا بان لي هذا الوطن عنده تاريخ هذا الوطن عنده جذور هذا الوطن عنده ناس قبلنا ضحاوا من اجله واستشهدوا وماتوا من اجله منذ العثور الاولى طورة التحليلية طورة التحليلية كانت هي الحتام حرس للحدود تسيبوا الشاب في الخدمة الوطنية في عمره 22 سنة ولا 20 سنة في الخدمة الوطنية تسيبوا حارس حدود نعم في اقصى في اقصى الجنوبไม่ الأقصى الشرق والأقصى الغرب وتسيبوا واقف على بلاده يعني عندنا ما نرتكر يعني هذا الشيء هذا اللي يخلينا يخلينا عندنا عمل عمل في بلادنا هو الشعور أيضا والإيمان الشعور والإيمان بالضبط والاعتقاد والإيمان الراسخ بأنني بأن أنا أنتمي إلى هذا الوطن الذي فيه مميزات لخليني نتميز عن الدول والشعور والتاريخ وكامل هو الشيء لخليني نكون جزائري وش هو الشيء لخليني نكون أنا جزائري هي الثوابت كما تفضل عندنا ثوابت عندنا مراجع هذه المراجع تصبح ثوابت هذه الثوابت لا يحق لأحدين أن يمسوسها وأنا الدافع موش غير ما لا يحقها كذا وإنما أنا أدافع أدافع على هذه الثوابت وأحارب كل من يمسوا هذه الثوابت ليس كثيرة ثوابت ثلاثة ولا أربعة ثوابت هي أنني أنا عندي تاريخ أجدادي يقول لهم الأمازيغ يعني عندي بعد أمازيغي وأفتخر بأمازيغي هذا الانتماء والهوية هذا من ثوابت الأمة أحنا مسلمين أحنا أنا أدافع عن الإسلام في بلادي واللي مس الإسلام في بلادي كما اللي مس الأمازيغية من تفهمش معاه واندافع كذلك عروبتي عروباً تاعي هذه من الثوابت كذلك الثورة التحريرية والاستشهاد والدماء اللي سألت من أجل أن تتحرر الجزائر هذه كذلك من الثوابت لا يحق لأي أن يمسى ذلك السهداء السهداء رحمه الله علينا دين عليهم وإحنا من حراسي القيم اللي ماتوا من أجلها هذا هو الوطنية هذا الشعور أنا أحبت نعرف كيفاش في المدرسة المدرسة كيفاش تغرس هاتشي يعني في الطفل نعم 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 هذا الدور تغرس هذه القيم وموش غير على عتق المدرسة ولكن المدرسة هو الفضاء هو الفضاء يبدأ يفكر يبدأ يشوف يبدأ نعم هو الفضاء الأساسي هو الأساس لباش نغرس هذه الأمور أنا دائما أنا دائما نقول لا يجب أو لا تفيد الخطب الجوفاء والشعارات الفارغة هذه لا تفيد دائما وإنما لابد من الملموس الطفل انتعنا باش نغرس فيه هذه الأمور لازم يشوف لازم يلمس لازم يسمع مثلا الأعياد الوطنية الطريقة اللي رأي تصير فيها هنا عندنا أنا ما نشي موافقها في كل مناسبة وطنية أو نوفمبر أو 5 جوليا أو 9 مارس تلقى مجموعة من المجاهدين أو السلطات المحلية رب يطول فيه مرهم المجاهدين تاوعنا يتلقى وخمسة عشرين واحد ويحطوا باقة من الظهور ويقرؤوا الفتحة على سهدائنا على أرواح سهدائنا الأبرار هذا بارك الله فيهم لكن وين نقول لهم لأنني أنا دائما معهم وأقدر ما قاموا به نقول لهم لا نقول لهم أنا ماذا بي نشوف أفواج من التلاميذ احنا معكم في الساحة هذيك نجيبوهم ويدخلوا يشوف إذن بهذا الأمور بالملو في أقسامنا في المدارس بطبيعة الحال البرامج تعوزار التربية تهدف إلى غرس هذه القيم القيم الوطنية وحب الوطنية هذه موجودة في التاريخ في اللغة حتى في اللغة النصوص اللي نعتمد عليها وعلى غرار على غرار الدروس كذلك كين يعني رفع العلم يعني هادي كين أشياء ل دعم عرض أفلام وثائقية صورية نعم ماش دائما ماش في كل حالات ولكن بالمرات احنا نقوله أو على باله على باله لا لا لازم على باله ولكن لازم يشعر باش تتمكن فيه لازم نشوف لأن الصورة تأثر تالي ما تشوف الفيلم العربي بالمهدي وتشوف ماذا عنا وشوف تعال 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 العقيد لطفي كرينبا القاسم عميروش وأفلامهم جيد يعني لما يشوف العباط أيضا لجي معركة الجزائر جميل عبرك الأفلام هذول اللي دارهم في الأويناء الأخيرة مفيدة جدا شيء رائع يعني رائع لأنه تدوين التاريخ عبر الأفلام عبر الكتب هي مسؤولية الجميع لأنه هي كما تفضلت أستاذة وقالت هم الأشياء اللي يتباهى بها الجيل قال أنا ابن الأمير عبدالقادر أنا ابن الشيخ ابو عماما أنا ابن العربي ابن المهيدي ابن الشيخ المقراني ابن فاطمان سومر يعني يتباهى بالتاريخ انتعوه احنا مثلا الدول كما أمريكا الشمالية أولا كيف يبدو يهضروا كيف يقولون التاريخ تعك وانت باوكتاش بدأوا معكم فامتني جديد يعني يقولون انت تاريخ تعك بدل بارح ما عندك حتو يوجود معايا احنا تاريخنا عارق والجزائر من اقدم العواصم في العالم يعني التاريخها معروف والانتماءتها معروف حتى الدرك عندنا باش نتباهه جميل وهناك بعض المواطنين كلها الأمزية مش كثيرين كما تفضلت ايضا دائما يخلطوا ما بين مثلا اخطاء اشخاص داخل الوطن الواحد اشخاص يقومون باخطاء ربما مسؤولين عندهم مسؤولية في ادارات او مسؤولين كذا فتلقاه يسخط على الوطن كله يكره الوطن ويكره الجزء لا ما لازمش ان نخلب لازم تفصل هذا شخص اخطاء كائنا الرشوة كائنا الظلم موجود هذا هذا وش دخلوا مع وطني مع بلادي مع تربية ولادي مرات ولادك هم يشوفوا فيك ما لازمش تعطي لهم هذك هذك لامال في لامال في انك ماركش عايش مليح انك رك كاره عندك يعني شيء مهم لازم سيازين كل واحد حدي اللي يقول انا وطني حقيقة هو ان يدافع عن بلاده خاصة في الخارج يكون سفير لبلاده في الخارج لا لا هم الجزائريين باش نقول لك حاجة انا سافر هذي ظاهرة في الجزائر اله درت على الجزائر وقدر يروح معك بعيد لا هذا مكسب هذا مكسب وتذكرت مثال ولو مثال واحد ناس يقولك لولا جسالسو لابون فامي لابون بيناتنا مشي 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 على براء وهذا شيء جميل يعني سوف اذا اذا انا انا منتفقش مع الانسان اللي يقول لك اليوم ولدنا منسوي الوطن انت حم مشي متشبعين بالروح الوطنية انا هذي من منش بها بسعر لازمهم 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 سبب لنرجعهم باش يقنع حتى يناقش ناس ولا باش يقنع كما تفضلت قلت من التاريخ القديم من التضحيات من الشخصيات الامير مقاومة الامير عبدالقادر المقراني والحركة الوطنية الناس كيف اصدحت بحياتها بشبابها الى الثورة التحريرية المجيدة اللي اصبحت عالمية طبط على المرحلة عالمية نعم هذا خلينا هذه لازم يقراوها لازم لازم توجيه ما لازمش الخلط الخلط مع الثيارات والسياسة والجمعيات هذه الثوابت هذه الثوابت لازم نربي ولدنا على الثوابت ومبعد كي يكبر اختياره عنده الاختيار عنده لكت سيفي عنده يديرهم يديرهم بعد لازم يمارس الحقوق والواجبات هذه الحقوق والواجبات هذه تخل فيها سيت ويانتي هذه تخل فيها سيت ويانتي الحقوق والواجبات باركي في داخل الوطن والحقوق والواجبات احنا في كما تفضلت الدكتوراه في العصر عصر وين ظهرت بعض الأمور اللي خلات حقوق الانسان تتفشى الديمقراطية هذه السليب في الحياة احنا نتبنوها معل Woods هذه حاجة قيم هذه قيم إنسانية نبس بها ولكن حرية التعبير ليس معناه تمثل بطن تاك والتاريخ تاك والثور الناس والا الديمقراطية مش معناه فوضى وتخلط وقل واش تحب ودير واش تحب أبدا دير الديمقراطية على روحك نتشاوره معليش دير السياسة وعطيه رأيك ولو كان رأي مخالف للنظام أو للسلطة أو ليرويسية معليش نقبله تنتهي حريتي لما تبدأ حرية الغير حرية الغير نختلف في السياسة في السياسة في سياسة شؤون الوطن قد نختلف لأنه هناك أساليب ما كيش أسلوب واحد في كل بلدان العالم في أساليب قد نختلف لكن منمش الوطن منمش الجزائر منمش مصالح الجزائر في الداخل وفي الخارج نختلفوا كيفاش نسيروا طريقة كيفاش نمصلوا إلى التنمية الرشيدة إلى كذا ولكن ما تمسليش الله قبله شكرا أنت حر أيها الصحافي ودورك مهم ونبيل لكن حر ما واش معنى عندك حرية التعبير نتوش با أمو بي كيما يقولون نتوش با أمو بي مدى بنا أولادنا يتعلمهم هوما صغار لأنه هذا الشيء اللي راح يتعلمه هو صغير من توبة الأمة هو اللي رايح يسهم في تنمية شخصيته كامل شكرا أستاذ سيد بيراموالي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك شكرا شكرا أستاذي ف grande حبينا نزحبك معنا حبينا نعرفوا كيفاش أولادك أو أعفادك هل ترى المواطنة هضي و هالقييم هدو التوابت يعني leconstant يعني كيفاش تزرحهم فيهم كيفاش تعلمهم يحبوا العلامة كيفاش يحبوا البلاد كيفاش يفرقو كيفاش يفرقو بين السياسة وال الفتيارات هذه هو الوطنية يعنى كيفاش يحب بلاده فضل أستاذ. إزاد فضلك. أنا أحب أن نقول للجيل هذا. نقولولي يحب الوطن هذا. ما رأيه مسلف. ما رأيه مكري. ما يتشارع. خطر هذا شيء هذا مغروس مغروس في الإنسان. يعني فينا احنا كبيرا كنا نهضروه ولكن لازم بالمرأة تسبها بشيبان. بشيبان. كمان بعد مدامينا هضروه على مرحمة أم درمان مثلا والناس تخلعت. يعني الجزائر كلها نضت. فينا كامل ولكن كيفاش نغرسوه في ولدنا كي يكونوا صغار وكامل كيفاش نعلمهم. هادي هادي حدي كل كبير احنا الجيل تعنا عيش اللي استعمار. الجيل هذا الحمد لله كما قلت كيفاك. صبها كما قلت الحمد لله كما قلت والناس وقفة معه. بالضبط. حاجة واحدة لي ما يسمحوه ما يسمحوش فيه. خاط الإنسان يقدر يغلط بسخيسة بإنسان يوجهه يعود يولي. بالضبط. هادي وخاصة يكون إنسان قريب له ويحبوه ويثق فيه. يعطيك صح. هذا هو. دوك احنا كما قلت اليوم بعدنا وجود جبدنا على ولادنا. كل واحد يحكم ولده وينصحوه. ما ناشو نقوله يتضربه. ما ناشو نقوله يشمت فيه يوسيه. واشوه غري يوجه هو برك. أنا نقول ما تقدرش تضرب ولدك على حاجة ما علمتهلوش. ما علمتهلوش. هذه. وحتلوك أنت ما تعلمتهاش. بضبط. جرب باش أنت تعلمها. ولا لا لا. بضبط بضبط بضبط. عندك علامة في الدار. ماشي عندي علامة. عندي علامات. عندي علامات. حديد كوال كبير. أنا أبلك حبيت نقول الجيل هذا يا. إحنا كنا قدكم كنا صور في وقت الاستعمار هنا. ما يبارد. ما رفدنا السلاح. خطر كنا صور. صح رفدنا العلام. بضبط. جميل جميل جميل. جميل. أولا اغلا. رفدنا العلام واجرام ورانا ايبارا اجرام ورانا. يعني الدنيا. الخدينا. خدينا المطرك. خدينا المطرك. في سبيل بلدنا. والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله. transformation thereof. . الحمد لله. خطر عنا مدرنا أقوله بالنسبة للناس اللي الجاهدو في سبيل الله. سمحو سمحو في الدعي والمدعي. بالضبط بضبط بضبط. نحن الحمد لله نقوله الحمد وشكر لله كما قلت عايشنا الاستعمار قلت جيت الاستعمار عايشنا بلدنا عايشنا في حريتنا ووجهونا نحن حديد كوالكبير أنا نشفى في وقت الاستعمار كانوا اللي زيكوال تسمى كولونيال المدارس الاستعمارية واش يعلمونا؟ يعلمونا نغنيول نشيط على فرنسا على مارسياز مارسياز بكري كانت أنا والله محفظتو ونرفعوا العالم من فرنسا والله محفظتو يا أخي يز أنا ممرة والله هذي والله غير نحكيها ولا غير نحكيها واحد النهار كنت هكذا كنت صغير كنت صغير ونتكلم على الوالد نتعيه ونسمع حكذا نقولوا بابا كيفش دير نشيط على فرنسا على مارسياز هذا قال لي حبيتني اغنيه ولا يعني جاتوا عمريك اللي عاشوا الاستعمار كانوا صغر ما بالشيخ كان صغير شوية في الاستعمار يعني جاتوا حاجة كيفش نغنيول نشيط على مارسياز هذي انسا يعني باش تشوف الجزائري اللي عاش هذيك الفترة على الاستعمار كيفش متعلق ببلاده بالنشدة على بلاده وبالوطنية على بلاده وكيفش يعني هذي اللي حبيناها تكون في ولادنا احنا عنهم يحبوا بلادهم اوبجكتيف مو وهذي حتي الكول الكبير علاش كانوا حتى والدينا احنا يوم والدينا كانوا متعصبين متقدر اقدر درجعوا عاشوا القهر عاشوا القهر عاشوا القهر تع فرنسا حتى ولو كما قلتم يحبوهمش وساعه ساعه احنا نمدوا ودنينا حشاك نخطفوا منهم واش هو وهد اللي يستعمل قطر احنا صغر بالضبط 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 ما نقدروش ناناليتيو والدينات عبكري كانوا ما يهدروش على الحواجي بشي ملاحق دام ونادهم ما يهدروش بالضبط انا عمري ما شفت والدي اياه يدوسوا عمري 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 شوف هذي يعني انا نجبرلك حكاية صراتي لي انا اياه رايح المدرسة صبت مرسو تاع البلاتر عبك البلاتر تكتب به حاكموا نكتب في فالان وفي فالوجي بيرا نكتب في الارض يجي واحد سبنيولي يقول له طوريس عليش مكتبش في بل الجيري لا لا��� نع owners سيارة تاهم وراية هكذا انا ربي العالمين مهربتلوش هكذا عوثوليتمارشاريار و ترق ديقة في البيارة مقدرش اللحق مقدرش دور ديقة الترق كي حبطوا عم بلونيران اندي سيني شفك صغير كي قرأ في فنفيلوجي فارق لي اطانتي فورسسوار اطانتي فورسسوار انا البك الهرباء الخوف هرب كان واحد شفني ووصلها اللي لي ما الله يرحمه رح لها قال يشوفي ولدك واش دار واش دار واش دار قال اديه قدام طورس وضربه وقولي له صغير ما يعرفش يعني خوية زيت ماتوا نقولوا لله يرحمهم يرحمهم بسعادة خطر ماتوا ماتوا كما قدت كانت عندهم هذيك السجاعة السجاعة هذيك ما فرطوش فيها حتى مستعمرين بسرح مع البلهم مش بلي استعمر بضبط بضبط كانوا يعني اه قدت لك جاي يحكي لي ما ونا مخبي نسمعه برك قتلوا يما قتلوا الله يرحمه قتلوا وشك تقول قتلوا الاهلي ووصلوا ربي باش نديه والاديه ونضربه وقدامه الله تخليك فربيح هم هو بسعاد هذا مثال حي الوطنية وحب الوطن والشهامة والاعتزاز جميل 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 تم جاء أمام المستعمر سي يزيد بش نكملوهي ربما هذا المستعمر الفرنسوي لم يتلقى في 1830 بضبط تخله بدأ بالوقت عامين ثلاثة توسع على المسلوى الوطني وأخذ الأرض الجزائرية خلاص استوطن في الأرض الجزائرية لكن داروا مخطط استطان ولكن داروا مخطط قالوا شوف احنا دينا الأرض وهذه عملية سهلة لأننا كانوا أقوى رغم المقاومة على الأمير وما جاء بعدها لكن قال لك لابد باش نبقى هنا ويكون الاستعمار كامل لابد من تجريد هذا الشعب من الثوابة من دينه من تاريخه من لغته من أصالته ومن حبه لهذه الأرض قالوا لازم نقضيه على ولهذا فكرني الشيخ بارك الله فيه كانوا يعلموا كانوا يدخلوا الولاد صغار تعالجزائرين المدرس ويعلموهم يغرسوا فيهم الغالط يقولوا لهم البلو بلون روج الأزرق والأبيض والأحمر هو والعالم اللغة تعكم هي فرصوية المارسياز هو النشيد الوطني يعني انتعكم التاريخ نوزون ساتر لغولوة اجدادنا الغولمسي اجدادنا الأمازيغ ويوغورة جدودنا كيفاش بالاعتقادة تنتعهم بزيتي دي تونس يعني ما قدروا لهم باش شوف هذا هو الشي اللي حبيت نوصلوه حنا الجيل تعدرك باش يقولوا لهم باللي ثوابت انتعكم هادوهما يعني تفضل كي ما قلت في تاريخ باش يسقموه واش يقولو عبد القادر الأمير اللي يرحمه الله موسى عبد القادر لامي دي فرنسي بيسك بيسك حديث كول كبير حديث كول كبير بارسين ما قلت انتايا الأمير لامي دي فرنسي نعليش نفيته لسوريا بالضبط بالضبط أمير عمرو سجنو في أمواز ومشي نفره بارسوريا موما يا دفاس هوم التاريخي كتبوه كيم يحبو احنا على بنا بالمقامة انتعنا وعلى بنا احنا شئ رانا هنا باش ماذا بنا نحسوا الأولياء باش يوصلوا لولادهم كيفاش الجزيار كيفاش جدودنا باش أولادنا يفرقوا بين الثوابت وبين السياسة والتيارات وهادو ولكن ثوابت الأمة الوطن وكمل راهوا شي مفروق منه وبلدنا نموتوا عليها ويجرب يجرب مرة تكون في الخارج واحد يتكلم مع الجزيرة كيتشوف هذيك النار هذيك تشعل فيك تعال ديك يا روح الوطنية ان شاء الله تكون فيكم دايما باش نخدموا بلدنا ودايما بلدنا تكون في القمم ان شاء الله تكونوا يسفتوا معنا من هذه الحصة الخاصة بالوطنية وثوابت الأمة تقدروا توصلوا معنا عبر موقعها الانترنت ولادنا تحتج نحن ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتج نحن سلام من حق لنغرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدنا نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان